ننتقل الآن مع حضراتكم مشاهدين إلى مدينة العالمين الجديدة لنقل وقاء المؤتمر الصحفي الذي يوقده وزير الإسكان عقب اجتماع الحكومة أولى لي تطوير المناطق ذات الخطورة أو المناطق المتدهورة طيب هي ليه المنطقة دي كانت بتعد مناطق خطورة أو مناطق متدهورة أو مناطق متدعية في الحقيقة أن جزر النيل كلها كانت معلنة محميات طبيعية وكان هناك عمران في هذه الجزيرة بيخدم أغراض الزراعة وده كان مستمر لفترات زمنية طويلة ولكن الزحف العمراني اللي تم على داخل جزيرة الوراء جي بشكل مضطرد كبير جدا ويمكن هنشوف دلوقتي إحنا في سنة 96 كان مساحة الكتلة المبنية 60 فدان فقط والباقي كلها أراضي زرعية فعشر سنوات الستين فدان دول قفزوا لـ 150 فدان وبعدهم في سنة 2019 في 13 سنة بس وصلنا لـ 400 فدان دي الكتلة المبنية داخل الجزيرة أنتم تخيلين حضراتكم حجم النمو العمراني اللي بيحصل تقريبا 25 فدان في السنة بيتم انتهاكهم والبناء عليهم بشكل غير منظم طبعا لا يوجد ترخيص مباني لأن هذه الأراضي داخل محمية طبيعية نتش مرخص بيها في الإنشاء بالإضافة بقى للمشكلة الأكبر وهو تدهور البيئة الطبيعية لمجرى النهر أنتم تخيلين 400 فدان من المباني دون وجود صرف صحي دون وجود أي شيء ده أحوال ترسيب بتتعامل حفر في الأرض بتنتهي بيها المقال إلى نهر النيل فكان هناك مشكلة كبيرة وتدهور بيئي ضخمة بيتم داخل القاهرة داخل العاصمة فكانت الدولة لازم تخش في إطار خطتها لتطوير المناطق ذات الخطورة الدهمة وتحاول تصلح هذا الأمر طيب المساحة الجزيرة 1295 فدان وده بيشمل أراضي بيتم النهر فيها والترسيب عدد المنازل اللي فيها 5956 منزل بإجمالي المساحة العمرانية طيب المساحة تحت إحنا ابتدينا لما تعملنا مع الموضوع ابتدينا بسياسة اسمها سياسة الشراء الرضائي سياسة الشراء الرضائي دي بتنتهيها الدولة في كل مناطق التطوير العمراني اللي بتتم في حال ما إذا كانت الأراضي مملوكة للأهالي سياسة الشراء الرضائي للأراضي الزراعية ولو حضراتكم حد من السادة الحضور يعرف 8 الفدان زراعة كام في محافظات مصر المختلفة إحنا بندفع في جزيرة الوراء للفدان الزراعي 6 مليون جنيه بنشتري رضائيا من الناس الفدان بـ 6 مليون جنيه ما تمست الشراء رضائيا حتى الآن 888 فدان وستة من عشرة بنسبة 71% بتكلفة 5 مليار جنيه تم صرفهم مباشرة لأصحاب هذه الأراضي طيب والنشاط الرجل ده كان مزارع إحنا كان في المقابل في حلول أخرى اللي عايز أراضي زراعية بنتح له حجم الاتنين عايز بدال الفدان بتاعك أرض زراعية إحنا كوزارة إسكان هيئة مجتمعات العمرانية الجديدة عندنا في مدينة السادات نطاق بفر زراعي أو نطاق زراعي في هذه المدينة وكان المبادلة الفدان في الجزيرة بتسعتاشر فدان في السادات تلتمية خمسة وسبعين ألف قيمة الفدان عايز تشتري تعال اشتري عايز تعويضك يبقى بأراضي زراعية في السادات تعال اخذ أراضي زراعية في السادات وبعض الأهالي طلبوا هذه الأراضي طيب إحنا ده في تعاملنا مع الأراضي طيب في تعاملنا مع المباني وتاني هأكد أن هذه المباني بنيت بدون ترخيص طيب إحنا بتدينا نعمل زي ما عملنا في كل مناطق إعادة التخطيط والتطوير على مستوى الجمهورية زي ما عملنا في ماسبيرو زي ما عملنا في مجر العيون زي ما عملنا في رودة السيدة ابتدينا نعوض الملاك سواء كانوا ملاك أراضي أو ملاك وحدات وهناك ثلاث أنواع من التعويض الحائز لوحدة يعني واحد مؤجر بنعوضه طيب والمالك المالك الوحدة بيعوض عن ملكيته ومالك الأرض بيعوض عن الأرض وبالتالي أنت بتعوض الحائز واحد مؤجر وحدة بتدي له التعويض والتعويض محسوب بالشقة السكنية وفقا لتقدير جهات التقييم في اللجنة الربعية وهيئة المساحة ده بالإضافة إلى تعويض اجتماعي لكل وحدة يعني أنت بتعوض الساكن وبتدي له التعويض عن المكان اللي هو يسكنه وبتدي له كمان تعويض اجتماعي عشان لو هينقل إلى مكان طيب الراجل اللي ساكن في وحدة سكنية التعويض ده هل هو مادي مش يجيب له حاجة لا احنا كمان طرحنا مجموعة من الوحدات السكنية في المدن الجديدة في مدن العبور وحداء أكتوبر وكمان في منطقة مطار مبابة وبعض السادة المستحقين التعويض انتقلوا في 75 واحد راحوا مدينة العبور 26 واحد راحوا حدايك أكتوبر فيه 49 واحد من 77 فيه 77 تقدموا 49 انتقلوا لمنطقة مطار مبابة فيه وحدات بديلة بنقدمها للسادة الساكنين طيب واللي عايز يسكن واللي مش عايز يسيب المكان ده كان بديل مطروح في كل مشروعات التطوير اللي احنا عملناه أهل ماسبيرو راجعين والقرعة بتاعتهم هتتعامل في آخر الشهر ده عشان الأبراج اللي موجودة اللي حضراتكم شايفينها على الكورنيش النيل دي دي بتاعت السكن البديل اللي احنا مابتدناش في أي حاجة لسه في تطوير مسلس مسبيرو كل ما تم إنشاؤه ده دي وحدات السكن البديل اللي الناس هتبتدي ترجع فيه زي ما رجعوا في مغرى في تل العقارب رودة السيدة وزي ما انتقلوا مع سكنهم وعملهم في المناطق المختلفة طيب احنا عشان نبتدي مشروع الاعادة التسكين الناس داخل جزيرة الوراء احنا محنناش أراضي هناك وطبعا مش هاجي على الأرض الزراعية اللي احنا بنستحوذ عليها ونبتدي نعمل عليها بناء دون أن يكون هناك فكرة تخطيطية وده محتاج دراسة ومحتاج وقت عشان برضو بعض الناس بتنزل نمازج من مشروعات كانت معمولة سابقا ويقول لك ده اللي هيتعمل احنا لما بتدينا نعمل اعادة البناء في الوراء اخترنا منطقة عجلة واحد وستين فدان هذه المنطقة ابتدينا نعمل برضو فيها طبعا دي صدر لها قرار نزع ملكية لأغراض عادة التخطيط وابتدينا نبني فيها السكن البديل اللي هو أربع تلاف وحدة سكنية وده اللي احنا بنعمله احنا المنطقة دي اللي بنبني فيها في الواحد وستين فدان احنا قريدي تم نقل ملكية خمسة واربعين فدان بالشراء الرضائي احنا اشتريناهم من ناس بس احنا اشترينا بقى زي ما حضراتكم شايفين في مناطق مبني فيها وحدات عشان يبقى فيه تركيز والناس ترجع مطرح ما هي كانت موجودة فخمسة واربعين في المية خمسة واربعين فدان من الواحد وستين فدان بالواقع احنا تم شراءهم رضائيا المنطقة دي فيها متين وخمسين مبنى مية خمسة وعشرين مبنى تم شراءهم رضائيا وتعويض الناس فيهم وجاري الاعمال البناء اللي بيتبني ده هو السكن البديل لمن لا يرغب انه هو يغادر الجزير ولكن احنا لسه في مرحلة البناء لان بياخد وقت انك بتتفاوض احنا لم يتم نزع الملكين احنا طلعنا الناس احنا زي ما بقول لحضراتكم حتى الان في هذه المنطقة كل ما تم هو شراء رضائي وكل الاراضي اللي تم الشراء رضائيا حتى هتلاقوا في بعض المباني تمت وجنبها قدامها حتة فاضية دي لسه ما تمش التعامل عليه وبنتعامل مع الناس وبنتكلم معهم وزي ما قلت حضراتكم بيئة الاسعار اللي احنا بنتكلم عليه طيب هل في حاجة تانية في الجزيرة اه في حاجة تانية في قرارين نزع ملكية موجودين في الجزيرة ودي لأغراض بقى حاجة خاصة بالدولة منهم خط تنظيم النيل وحضراتكم تعلمونا جيدا ان خط تنظيم النيل 30 متر ده ملك وزارة الراي خط تهزيب النيل لما اتعمل في جزيرة الوراء اتضح ان هناك مجموعة كبيرة من المباني ويمكن الصور اللي كانت في البداية ده دي مباني داخل خط تهزيب النيل دي مبنية قد تنظيم النيل طيب الارض دي مش مش املاك مواطنين طيب احنا بنتعامل ازاي احنا هنا برضو الدولة بتعوض المواطن عن المبنى ده كل شاء كل وحدة كل غرفة بتم تعويده عليها حتى الصالة بتحتسب غرفة وبياخد كمان تعويد اجتماعي على المبنى ده مع انه غير مالك للارض انما بيعوض ولكن هنا مفيش تعويد طبعا للملكية لان دي ملكية الدولة دي وزارة الرأي فبالتالي قرار التلاتين متر بتوقف خط تهزيب النيل ده احنا شغالين فيه قرار التاني لنزع الملكية هو القرار الخاص بتأمين محور تحيا مصر المحور تحيا مصر طالع له برضو قرار نازع ملكية يمين ويسار المحور عشان احنا شفنا قبل كده حوادث حصلت في كبرى السيدة عائشة لما كان في بعض الانشطة بتتعمل تحتيه ممكن ده يؤدي الى كوارث كبيرة ومحور تحيا مصر محور رئيسي وشرياني داخل الدولة وفي نظام انشائي خاص مش عايزين نعرضه لأي مخاطر وبالتالي تم التعامل على هذه المساحة اللي بتقدر بحوالي واحد وتسعين فدان الواحد وتسعين فدان برضو العلم حضراتكم سبعة وستين فدان بالفعل تم التعامل معهم رضائيا في خمسمية وخمسين منزل تلتمية وتلاتين منزل تم التعامل معهم رضائيا ولكن والتعامل زي ما قلت لحضراتكم بيعوض المواطن عن المسكن وعن الملكية الأرض بالإضافة إلى التعويض الاجتماعي والتعويض عن الأراضي الزراعية بالقيمة اللي احنا بنقولها لحضراتكم سواء كان عايز ياخد هذه القيمة مالية الستة مليون جنيه للفدان أو لو عايز أراضي زراعية في اللي بتاحها لدينا في هيئة المجتمعات أما ما يثار أن هناك إخلاق قصري أو الدولة ما عملتش ده في أي من مشروعاتها وأعتقد أن التجارب اللي احنا عايشينها أثبتت أن ما فيش هذا الأسلوب في التعامل أبدا العملية عملية تخطيطية إحنا حجم التعويضات اللي دفعينها لغاية الآن في جزيرة الورياء بلغ ستة مليار جنيه للمواطنين المبلغ ده يعني منه بس للتعويضات أراضي خمسة مليار ده بالإضافة إحنا تكلفة السكن البديل اللي حضراتكم شايفينه 2 مليار جنيه 2 مليار جنيه عشان المنطقة العجلة الـ 4000 وحدة سكنية اللي بيتم بناءهم إحنا في حالات كتير الناس في ماس بيرو إحنا مضينا معاها معقود من 3 سنوات إن كل واحد قيمة التعويض بتاعته المستحقة كذا وإن هو اللي طلب العودة إلى المكان تعامل معاه عقد وإن هو هيرجع للمكان وأخذ قيمة إيجارية لمدة 3 سنوات بالإضافة إلى مبلغ لنقل متعلقاته عشان بعد 3 سنوات ما هيخلصه هيجي يرجع يسكن الناس بدلوقتي بتستعد عشان تقدم للمستندات اللي معاها عشان القرع وإن كنا متأخرين عليهم شهرين أو 3 ولكن الشيء الملفت ووعي الناس إنه محدش متزمر ليه لأنه راح وزار المكان ولقى ما تم الوعد به محقق وعلى أعلى مستوى فالناس متفهمة ما فيش مشكلة يمكن زي ما قلت لحضراتكم في البداية هناك من يحاول أن يؤجج الموضوع في جزيرة الوراء ولكن ده ما بيخلناش برضو نحيد عن المصار إحنا بنتكبد الـ 2 مليار بتوع المباني اللي إحنا إحنا بعض الأراضي اللي اشتريناها دي اشترينا أراضي عشان نعمل المصار نوصل به جوه المنطقة عشان نبني مش عشان نبني أنا بشتري أرض عشان أعمل مصار بس يدخل لي معداتي وأدواتي لجوه عشان نبني فيها فديه الجزيرة فطبعا إحنا بنأكد أن مصار الدولة في التعامل مع المناطق ذات الخطورة الدهمة مصار واحد ومصار محدد بيضعف الحسبان لأن التجربة ما نجحتش إلا لما كانت مكسب ومكسب للطرفين الدولة في إطار حفاظها على البيئة وحفاظها على المخاطر اللي قد يتعرض لها الإهالي والمواطن نفسه في أنه هو يكسب أنه يعيش في بيئة آمنة ويهيأ لأولاده حياة أفضل ولو في أي أسئلة عند حضراتكم إحنا تحتمركم مع الوزير بنبارك لحضرتك تجديد الثقة المستحقة وكنت عايز لحضرتك عن حاجات كتيرة بس أختصر عشان زماني بس متى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة والمنصورة الجديدة اللي بننتظرها من فترة طويلة طيب وإن كنا أنا أفضل لو تسمحوا لي حضراتكم أن إحنا نركز في أسئلتنا على الموضوع لنقاش النهاردة إلا أني هجاوب برضو على حضرتك إحنا المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة إن شاء الله جاهزة من الآن وإن شاء الله هي في الافتتاح خلال آخر تمانية لمنتصف تسعة ساعتين متحديد هذا الموعد العالمين إن شاء الله في آخر الصيف هنكون جاهزين بالمرحلة الأولى العاصمة الإدارية إحنا تم من شهر يونيا التشغيل التجريبي وإحنا بنتواجد في وزارتنا على الأقل مرة في الأسبوع وكل أسبوعين بيحصل اجتماع مجلس الوزراء هناك مباني الحكومية جاهزة ولكن العاصمة الإدارية وهذه المدن دي مش مشروع صغير يعني إحنا المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية أربعين ألف دي أجماعة دي مدينة المرحلة الأولى الوحدها أربع مرات الشيخ زايد أربع مرات وثلاثة من عشر بالضبط مدينة الشيخ زايد دي المرحلة الأولى وسيظل العمل شغال إنما إحنا المعاد بيحدد عشان بس أنه هي البيئة المناسبة للانتقال لما تنقل الحكومة والموظفين إلى هذا المكان يجب أن يكون هذا الانتقال سهل وسلس بالإضافة أن يكون هيئ لهم كل السبل للإقامة والإعاشة إحنا السادة الزمل الموظفين اللي هيعيشوا واللي هينتقلوا في شرق القاهرة ويعيشوا هناك تم هذا الأسبوع إبلغهم برقم الوحدة اللي هو هيخدها في السكن بتاع المنتقلين إلى العاصمة فالأمور ماشية بشكل جيد جدا وكل الأمور يعني إن شاء الله في خلال هذا العام المراحل الأولى هتكون ابتدت إحنا المرحلة الأولى من المنصورة الجديدة بتتعدى 16 ألف وحدة سكنية مرحلة أولى بس مع الوزير تحياتي لحضرتك وبشارك زميلي في التهنية لحضرتك بالتجديد والثقة للمعليك سؤالي حوالينا فنم الموازنة حتى تكلمت عنها حتى الآن دفع 6 مليار جنيه رقم كبير جدا من ميزانية أي وزارة هل من ميزانية وزارة الإسكان أم من أي ميزانية والسؤال الآخر حول الصورة النهائية لتطوير هذه الجزيرة المهمة لأن موقع استراتيجي كما تعلم هل في تصور لتوقيت زمن معين يخرج للناس عن صورة نهائية تمام شكرا خليني أقول لحضراتكم إن إحنا في موضوع تطوير المناطق ذات الخطورة الدهومة كانت بتتولى هذه المرحلة الـ 250 ألف وحدة اللي تم الانتهاء منهم وخرجهم بالكامل من المناطق الخطورة الدهومة بتتولى الإنفاق عليهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة اقتصادية يعني هيئة اقتصادية يعني مش هيئة موزنية يعني بتاخدش من وزنة الدولة يعني ما بيحط لهاش الدكتور محمد معيط تمويل لا هي هيئة اقتصادية بتشتغل فيما يصدر لها بقرارات جمهورية من الاراضي زي مدينة العالمين ودينة المنصورة ومن خلال خطة التطوير والاستثمار اللي عملتها الهيئة وانتهاجتها في فترة ولاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لان هناك نقلة نوعية كبرى حصلت لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اللي كانت في 2014 موازنتها في السنة لا تتعدى 13 مليار جنيه احنا هذا العام موازنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 144 مليار جنيه 144 مليار في 2014 طبعا السياسة تغيرت الرؤية تغيرت الناس اللي كانت برضو بتسأل وين هميني برضو اوضح هذه النقطة طب احنا عملنا القفزة دي منين يعني منين الهيئة قدرت تحقق هذه التفرة طبعا رؤية القيادة السياسية بان كان في بعض العناصر الهيئة بتحول فوائضها الوزارة المالية فقامت الرئيس قال لا خلوا هيئة المجتمعات العمرانية تنطلق وحط معانا مصار للانطلاق بداية المصار ده السياسات التلاتة اللي بتنتهجهم هيئة المجتمعات الأولى هي الدعم للفئات المستحقة فيش دولة في العالم بتبني وحدات تديها للناس ببلاش مفروشة ده ما تمش غير في الرؤية اللي وضحها فقامة رئيسة القضاء على المناطق العشوائية واعتقد ذات الخطورة الدهمة واعتقد الحمد لله ان احنا اضينا على هذا الملف بشكل كامل النقطة التانية في هذه السياسة او السياسة التانية اللي بتتبعها هيئة المجتمعات هي انك انت بتتيح او مؤسف المساندة خلينا الاتاحة دي التالتة المساندة انت الطبقة الوسطى الدولة وهيئة المجتمعات لا كانتش بشتغل غير في الاسكان اللي كانوا بيسمى الاسكان الشعبي او الاسكان الاقتصادي فقط لا احنا في الرؤية الجديدة اللي تم تنفذها وحضراتكم بتشوفوا مشروعات سكن مصر ودار مصر في اطار مبادرة سكن كل المصريين ده بيساند الفئة المتوسطة وفوق المتوسطة بشوية في وحدات سكنية بتتمتع بالقدرة على الشراء سواء بقى كان بمبادرات دعم الفايدة والتمويل العقاري وكل ده وبالتالي دي شريحة كبيرة جدا من الشعب بيتم مسندتها والتعامل معاها بهامش ربح صغير جدا ولكن هامش الربح مع حجم الطلب بيحقق عواقت الحاجة التالتة بقى الاتاحة ما كانتش الدولة في مراحل سابقة بتشتغل على الاسكان الفخر ما كانتش بتقدمه زي اللي احنا بنشوفه حضراتكو هنا في العالمين في الأبراج أو ما يتقدمه الدولة في مشروعاتها من الفيلات والتاون هاوسز وإلى ذلك الاتاحة دي ايه ميزتها الدولة بتخدم كل مواطنيها المواطن محدود الدخل له عند الدولة حق بتشتغل عليه متوسط الدخل له عند الدولة حق حتى ميسور الحال له عند الدولة حق أنا ميسور الحال وعايز أتمتع بهذا اليوصر بدل ما أروح أشتري وحدات في دول أخرى بدون ذكر المتاح منها طيب ما أنا أقدم ده في السوق بتاعي في الأماكن بتاعتي للمواطن بتاعي وهنا أنا بقى وتحلو وبديله حقه لأنه هو صاحب حق عني التالت سياسات دول مع بعض اللي تم إقرارهم مناء على البرنامج بتاع السياسات الرئيس اللي جيه مع بداية عملنا كان هو مفتاح الحل لهذه القفزة أنا بساند الفئة اللي بتحتاج وبأتيح شوية للفئة المتوسطة وبرضو بعمل إتاحة لميسور الحال باخد من القطاع من اللي أنا عملت معهم في السياسة التالتة والتانية وأدعم به زوالي الاستحقاق في الإسكان الاجتباعي بص يا فندم إحنا ما بنستبقش الأحداث طبعا لأنه برضو الناس أخذت بعض الصور أو المخططات اللي كانت معمولة في من مثلا خمستاشر سنة وابتدت تقول عين حورس وكل ده ماهوش حقيقي طيب إحنا هنقدر نعمل إيه بالجزيرة وفي الجزيرة وحضراتكم تعلمون جيدا أنا مقدرش أعمل مشروع دون جدوى اقتصادية أنا لغاية الآن مش عارف أنا إمتى هيبقى عندي الإتاحة أن أنا أقدر أشتغل لو عملت مشروع من النهار ده وعملت له دراسة جدوى اقتصادية بعد ست شهور الجدوى دي اختلفت لو أنا بقى زي ما بقى من خمس سنين عامل مشروعات يبقى المشروعات دي إنما برضو عايزين نأكد على شيء ستظل جذيرة الوراق هي الرئة داخل القاهرة إحنا عايزين نوجد هذه الرئة ولكن برضو مش عايزين نعرض المكان ده لأنه هو ينتهك مرة أخر أو يتم التعدي عليه لأن إذا كانت الدولة في مراحل من التنمية قادرة أن هي تحافظ على ده رغم كل اللي إحنا شايفينه من القلقلة والإتدعاءات إلا أن إحنا عايزين لما نتدخل نحافظ على المبدأ أن إحنا بنشتغل جوه النيل بنشتغل في منطقة ذات حساسية بيئية عايزين نخلق قلب رئة للقاهرة منطقة قد تكون القاهرة محرومة منها في المناطق الترفيهية والمناطق اللي بتضيف قيمة مناطق الواجهات النيلية زي ما طورنا في مامشى أهل مصر وبنطور في العشرة كيلو اللي إحنا شغالين فيهم في المرحلة التانية والتالتة إحنا جزيرة الوراء من ده اللي هيكون المخطط ويتعمل ولكن لما يبقى الإتاحة موجودة هيتحط المخطط وفقاً للدراسة الاقتصادية المناسبة أخدم في الاعتبار بالمعايير اللي إحنا تكلمنا فيها سيادة الوزير منصور كامل جريت الأخبار واضح حرك طبعاً في ضوء الحديث عن هذا المشروع أن احنا بنتكلم عن مشروع مرتفع القيم حتى يعني للأهالي وما يمتلكونه وقيمة التعوضات الضخمة اللي بتدفعها لأهالي المشكلة الواضحة هنا هي فكرة أنه الأهالي الذين يرفضونا يعني ترك منازلهم أو مساكنهم حرك بتتكلم عن إسكان بديل هي الوسيلة اللي ممكن الدولة أو وزارة الإسكان تلجأ لها لتطمينها هؤلاء الأهالي خاصة هل ممكن تعمل معهم مقود هل هتطلعهم على مخططات لمبانيهم علشان احنا شفنا المشكلة مش في الوافق على ترك المنزل وخط تعويد لا المشكلة هي في من يرفض ترك منازله أو مبناء في الوقت الحالي إزاي الدولة حطم من هؤلاء الأهالي الحاجة الثانية هل فيه نوع من الحوار المجتمعي اللي ممكن يتم اللجوء خلال الفترة القادمة من نزول مسؤولين من الحكومة للأهالي والتحاول معهم بشكل مباشر بدل من السيناريوهات اللي بنسمعها ومخططات خليني في إطار الرد على حضرتك أقول لحضرك حاجة أين كان فكرنا في تطوير جزيرة الورياء لا يمكن أحد يتصور أن الدولة في سبيلها في أي منطقة مش في جزيرة الورياء في أي منطقة في أرض مصر تعمل مشروع لفئة واحدة مفيش مفيش مجتمع عمراني ينجح طبقي أين كانت الطبقة يعني لازم المجتمع يكون فيه ممثل فيه كل شرائع وأكبر دليل على اللي أنا بقوله لحضرتك الصورة اللي حاجة شايفة دي ده ده السكن البديل ده مش سكن استثماري الصورة اللي حضرتك شايفها أكثر اكتمالا في مسبيرو ده سكن بديل مش سكن استثماري ولكن هو بيتم بالشكل اللي يرفع من جودة وكفاءة المنطقة وفقا لما هو واجب حضرتك حضرتك شفتوا شفتوا في عروض لنا قبل كده اسكان السماكين في راس البر شكله عامل ازاي لانه على نهر النيل شفتوا رضة السيدة معمولة بالطابع العمراني اللي بتناسب بقى المنطقة التاريخية شايفين منطقة مجرى العيون والمشروع اللي بيتم فيها المنطقة مجرى العيون الأهالي اللي كانوا سكنين هناك ألف وسبعة وحدة سكنية بيت قدام بيت في مدينة بدر ليه في بدر عشان جنب الروبيكي مطرح ما تنقلت صناعة الجلود راح يشتقي راح يسكن جنب عمل اللي كان موجود فيه فكل المجتمع بلازم اتاحة الفرصة ليه في نفس المكان دي النقطة الأولانية أساليب التفاوض أساليب احنا في مناطق كتير اكتسبنا الثقة انا عايز اقول لحضراتكم احنا لما ابتدينا تطوير منطقة تل العقارب كان هناك ممنعة زي دي كده في ان الناس تمشي لان الناس ما كانتش مصدقة انها ترجع وعايز اقول لكم حاجة احسن ان بعد من المكان دي ما ابتدت تظهر الناس اللي حوالي بلور شفتوا مش قلنا لكم مش ترجعوا هنا انتم فكركوا ويرجعوكم في البيوت الحلوة دي دي اكيد هتتباع طب احنا وصلين لإيه دلوقت يا فندم احنا وصلين بنعمل حاجة اسمها مشروع الطيب اتنين او روضة السيدة اتنين المنطقة المحيطة اللي ما كانتش مناطق خطورة دهم الاهالي جم طب وإحنا مش تطورونا احنا كمان ما المنطقة بتاعتنا عايزة تتطور لانه خلاص بقى هناك ثقة ان الدولة مش طمعنا في الارض احنا عايزين نعمل نقلة نوعية في حياة المواطن وبالتالي احنا بنعمل المشروع بتاع الطيب اتنين او روضة سيدة اتنين في المنطقة المحيط طيب هل ده مش معروض معروض احنا عرضنا والناس نفزت اللي راح العبور واللي راح حضائق اكتوبر واللي راح اسكان اللي احنا عاملينه في ارض مطار بابة عشاء الاساس ان هي منطقة قريبة انما هناك من يحاول ان يؤجج مشاعر الناس الناس هنا لسه موضوع ان انت هتاخد ورقة وهتاخد فلوس احنا في مسبيرو من ثلاث سنوات كنا بنيدي للشخص الاسرة الف جنيه عشان يأجر شقة وذا قد يكون قاعد في عشة او قاعد في مكان غير مناسب الف جنيه عشان يأجر وستا viv جنيه عشان لو عنده منقلات ينقلها وبعد بنيديله المبلغ كل و heals على بعض اتنين واربعين الف جنيه صتة وتلاتين اه ستة وترتين ألف جنيه أسف اه ستة وترتين ألف جنيه تلات سنوات اتنشر سنة 12 شهر في 3 سنين بألف جنيه ب36 ألف جنيه و6 ألاف جنيه عشان المنقلات 42 ألف جنيه اتفضل 42 ألف جنيه وبعد 3 سنين هترجع وأنا بقول لحضراتكم نحن النهاردة 19-8 31-8 هنعلن عن موعد القرعة والناس تقدم الأوراق المعار عشان تيجي تاخد الوحدات المشكلة هي أن الناس برضو ومن حقهم لأن مروا بفترات كتير من عدم الثقة إحنا التعويضات مختلفة والمواطن من حقه أنه هو يكون عنده تصورات أننا أخش في الوحدة بوحدة أي كان بقى دي تكليفاتها كام وأنا الوحدة اللي قاعد فيها تكليفاتها كام طبعا إحنا لو دولة عندنا هذه القدرات المالية مشان لا نقله جهدا إنما إحنا بنعمل الوحدات وعدد الوحدات اللي بتتبني دي أكتر من عدد الأسر اللي موجودة دلوقتي في الوراء وهيتم إتاحتها لي للناس دي مش أنا يعني إيه المصلحة أن أنا سكن حد تاني طيب هل تم جلسات؟ أنا بقول لحضرتك وأنا رئيس هيئة التخطيط العمراني مش وأنا نائب وزير الكلام ده من ست سنين أو خمس سنين أنا رحت هذه الجزيرة أنا والفريق كامل الوزير وكان رئيس الهالة النسية وقعدنا مع كل الناس وشرحنا لهم خطة التطوير وخطة الدولة في التعامل مع المنطقة وما كناش لسه عملنا حاجة واتناقشنا معاهم بمنتهى الوضوح بعض الناس ما صدقتش وكثير من الناس صدق ولو ما كانوش صدقوا اللي إحنا قلناه واتعاملوا معانا ما كانش دلوقتي إحنا عندنا 888 فدان تم شراءهم رضائيا المبلغ اللي محطوط للفدان 6 مليون ده مبلغ كبير ماهوش قيمة حقيقية لفدان زراعة لأن دي أراضي زراعية طيب الدولة لما دفعت المبالغ دي للمواطن لأن الخطر اللي مقابل ليها كبير أنت حضراتكم بتشوفوا ما نتكبده عشان نفتح محور في منطقة زي تيرسا أو في المناطق المختلفة حجم التكاليف اللي إحنا بنتفحها عشان التعويضات والإزالات عشان نخلق هذا المحور المحور دي الدولة بتعملها عشان تسهل حركة المواطن ويبقى الحياة بالنسباله أفضل ولكن المحور دي أنا لو بعمله في مدينة جديدة هيكلفني على الأقل في المناطق دي أربع أو خمس أضعاف تكلفته إن أنا بعمله في منطقة من المناطق الجديدة فإحنا لو استنينا إن المناطق اللي زي جزيرة الوراق والمناطق اللي هو بيتم التعدي على الأراضي الزراعية فيها بشكل كبير دور بشكل غير مخطط نستنى أكتر الخسائر أكتر الخسائر أكتر فإحنا في سبيل ده بنتبع هذه التعوضات الناس متجاوبة والناس مشدقة أنا عايز أقول له حضراتكم إن إحنا عاملين فرع بنك الأهلي في الطرح قدام جزيرة الوراق عشان إيه؟ شوف يا أستاذنا مصادر أو ألعيب الشر في البداية كانت بتقول للناس أنت هتدي له الأرض وتمدي عقد ويديك ورقة اللي هو الشيك فكنا بنعمل إيه؟ بنديموا الفلوس جيش وجبنا فرع البنك الأهلي وحطناه في طرح النهر تحت تحت كبري تحت مصر عالكورنيش عشان اللي عايز فلوسه جيش وكان بعض السادة المواطنين بياخدوا الفلوس ويتصور معاها وياخد منها جزء احتياجاته ويضحها بقى في البنك بإسمه هياخد 6 مليون وياخد 10 مليون يعمل اليوم إيه؟ هو بس عشان يتأكد أن الدولة هتدي له الفلوس فإحنا زي ما بيقول لحضراتكم المشروع مثل ومشروعات كتيرة بتتم بالعكس التعويض هنا للأراضي بتم بشكل جيد وبشكل منتظم المبالغ ما فيش مبالغ بتعلق المواطنين طبعا هنسأل أي حد مبالغ التعويض دي كافية هيقولك لا لأن احنا برضو مع الوقت تمن الوحدات بيزيد والتكلفة بتزيد إنما برضو لكل جهة قدرتها لو نقدر نعمل سياسات أكبر من كده الناس اللي احنا نقلناهم في حدائق أكتوبر وفي القبور وفي مطار مبابا واخدين الوحدات بتاعتهم مفروشة والفرش كان غير محسوب من القيمة يعني فرش الوحدات دي كان والوحدات دي كانت تمنها اللي تم حسابه لهؤلاء المواطنين بسعر تكلفة إنشاءها ساعة ما إنشاءها يعني الوحدة بتاعت اللي تم تعوضها دي كانت محسوبها له بـ 250 ألف جنيه إحنا الإسكال الاجتماعي أغلى من كده دلوقتي إحنا التعوضات بتاعت الناس اللي انتقلت والوحدة خدها بالفرش طبعا لأن سيطر الرئيس بسر على هذا الموضوع ماليش يا فندم أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال دلوقتي حضرتك أشرت في الأول على كوى الشر كوى الشر دي بتركز على جزء واحد فقط هو الدولة وسايبها المخالفات اللي بيقوم بها المواطن فكنت عايز أسأل حضرتك يعني حجم المخالفات أو ما تم رصده من المخالفات في الجزيرة اللي بيقوم بها من بناء على الأراضي الزراعية الجزء الثاني لو في مواطن قرر وحضرك قلت إن هو الـ options بتاعته متاحة كتير لو قرر مثلا إن هو يرجع بعد كده للوحدة بتاعته إزاي ده هيوفى لي حياة كريمة في ظل التطوير اللي بيتم في الجزيرة وبعد الظلم ما يرجع تاني سواء لي أو لولاده هيبقى حياة تانية مختلفة بعيدة عن العشوائية بعيدة عن المخاطر ده 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 دي دي الوحدات اللي تمت وده تشتيبها من الداخل الوحدات بالكامل مشطبة مش مش ياخدها نص تشتيب ولا حاجة أنا بس عايز أقول لحضراتكم إذا إحنا خدنا القانون جزيرة الوراء حتى قرار بجلس الوزراء كانت محمية طبعية يعني محمية طبعية يعني غير مصرح فيها بالبناء فكل ما هو مبني هناك بدون حقية مخالف للقانون طيب الناس اللي بانية على خط التهزيب مخالفة للقانون ولكن إحنا الدولة في تعاملها مع هذه المناطق بتغض الطرف عن الموضوع ده شوية لأن إحنا في إطار حل أزمة لمنطقة ده خطورة وزي ما بقول لحضراتكم الخطورة الكبيرة هنا حاجتين إنك بتنشئ مجتمع بينمو بشكل كبير جدا 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 بشكل سرطاني دون أي مرافق بنية أساسية ما زاد خطورة الأمر إنه في وسط النيل في وسط الماء اللي احنا بنشربها وهو ده اللي خلى الدولة تتحرك سريعا وتحط هذه الإجراءات عشان التعامل وبالتالي إحنا غضينا النظر حتى اللي باني على أرض وبهي بتاعة الدولة في خط التهزيب بيعوض عن المبنى بتاعه وبيأخذ كمان التعويض الاجتماعي إنما ما ينفعش إن أنا أساوي واحد عنده هذا الشكل من التعويض مع واحد تاني باني على أرض حتى وإن كان باني بدون ترخيص أو مخلص بس الأرض كان بتاعته فاختلاف بقى هذه التعاملات بتخلي القيم تختلف يقول لك لأ ما إحنا زي بعض طبعا إنت بتاخد وقت عشان توضح إن القيم مختلفة أنا يعني حتى لو أتحلي ده هو أنا مش أقدر أكيل بميكالين قادي واحد عنده استحقاق لحاجة باني على أرضه واحد تاني ما بناش على أرضه يعني هي دي الصعوبات اللي إحنا بنلاقيها في التفاوض إحنا عندنا جهاز مدينة موجود في المكان ده وبرضه نقطة مهمة جدا اللي حضراتك سألتها مين اللي بيصرف على الموضوع وأنا قلت لحضراتك هيئة المجتمعات هو ليه طب جزيرة الوراء تم نقل ولايتها لهئة المجتمعات عبرنا الجديدة طب هل هي هي هيئة المجتمعات عبرنا الجديدة نقص أرض لأن عندنا أرض الحمد لله ما فيه كفاية عشان هي الجهة اللي معاها القدرة المالية إن هي تحقق التنمية وفقا للرؤية المحطوطة فعشان كده إحنا في المناطق إحنا ما إحنا بتشغلين مع محافظة القاهرة يد بيد داخل القاهرة في ماسبيرو ماسبيرو مانيش مالك هيئة المجتمعات ماهيش المالك ولكن أنا بنوب المحافظة في عملية التطوير وأنا اللي بدفع وأنا اللي بحول وأنا اللي بعم في مجرى العيون مانيش مالك ولكن أنا بما أن الجهة اللي عندها social responsibility أو مسئولية اجتماعية لأن فخامة الرئيس لما جاء بخطة التطوير والدولة أو الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة مش المجتمعات العمرانية الجديدة اللي أنا بنعمله الجمهورية الجديدة هو تحسين شكل الجمهورية كلها سواء في مناطق لامتداد العمران الجديدة أو في الداخل وبالتالي أناط لهيئة المجتمعات اللي بتطور المجتمعات العمرانية الجديدة إنهاء برضو يكون لها دور اجتماعي في تطوير المناطق داخل العمران القائم وده اللي بيتم في المشروعات دي كلها والعوائد كلها بترجع للدولة والمواطنين في تحسين البيئة العمرانية بشكر حضراتكم وارجو ان احنا نكون وضحنا الامور شكرا